وينضم إلينا من أبو نوار قرب العزارية شرق القدس مراسل غد أحمد البديري مرحبا بك أحمد كيف تابعت عملية هدم منازل سكان تجمع أبو نوار البدوي في ألخان الأحمر وأين هم سكان هذا التجمع الآن؟ هناك عدة تجمعات بدوية في كل المنطقة التي تقع شرق مدينة القدس هناك أيضا المستوطنة الكبيرة مستوطنة معلية دميم صباح اليوم كان هناك هجوم يخص منطقة أبو نوار هذه المنطقة التي تقع منطقة قريبة جدا من منطقة العزارية وبالتالي فإن سلطات الاحتلال الجرافات الإسرائيلية قوات الخاصة الإسرائيلية جاءت إلى هذا المكان وقامت بهدم هذه البركسات عدد من الخيام للبدو وتحديدا كل هذه المنطقة هي منطقة بدوية هي جزء لا يتجزأ من الحياة البدوية الموجودة في فلسطين ويبدو بأن حسب الأمم المتحدة وأحد المسؤولين في الأمم المتحدة الذي قال لي بأن هذا ليس فقط هو العمل على مصادرة الأراضي الفلسطينية ولكن أيضا لإنهاء الوجود البدوي والحياة البدوية والعادات وتقاليد في هذه المنطقة وكل ذلك سوف يكون على حساب مصادرة الأراضي الفلسطينية المشاع والقيام بتوسيع المستوطنات هذه المستوطنة التي نراها هي مستوطنة معلي أدوميم أكبر المستوطنات الموجودة غرب مدينة القدس الجانب الأمريكي وهنا نؤكد على ذلك الذي كان يرفض البناء في كل هذه المنطقة لسنوات وسنوات ترغب كل الضغوط الإسرائيلية ولكن مؤخرا بعد القرار الأمريكي فأن هناك صمت من قبل الإدارة الأمريكية في البناء في تلك المنطقة سواء في منطقة E1 في منطقة الخان الأحمر وهنا في منطقة أبو نوار الجانب الإسرائيلي بدأ يتحرك بشكل حفيف وذلك للعمل على بدء ما يسمى بالبناء الاستيطاني في المناطق البدوية ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة للمواطنين للبدو الذين يعيشون هنا لا يوجد هناك أي مكان يمكن لأولئك البدو البسطة الذهاب إليه لأن هناك مناطق عسكرية في كل هذه الساحات يعني بمعنى آخر بأن كل التلال والجبال موجودة في هذه المنطقة إما عليها معسكرة للدبابات الإسرائيلية أو مناطق عسكرية وبالتالي لا يمكن للبدو أن يتحركوا إلى أي مكان آخر السلطات الإسرائيلية تدعي بأن هناك يمكن إيجاد حل وهو مجموعة تجمع بدوي ولكن التجمع البدوي يعني تماما كما النقب هذا يعني بأنه لن يكون هناك حياة بدوية من حق أولئك أن يكون عندهم حياة بدوية بغض النظر عما يريدوا هذا الاحترام لمستقبلهم من تعليم وصحة وما إلى ذلك الآن هنا بأبو نوار أمس كان هناك بالخان الأحمر أعطيك مثلا اليوم كان هناك أيضا قرارات بخصوص منطقة الخان الأحمر نفس المشكلة نفس الصورة التي سوف نرىها هنا وهي قيام الجانب الإسرائيلي بهدم التجمعات البدوية في الخان الأحمر في أبو نوار في كل المنطقة التي تقع شرق مدينة القدس لبناء استيطاني وعزل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها نعم أحمد البوديري مراسلنا من أبو نوار قرب العزرية شرق القدس شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا